مسألة الثانية، لو افترضنا أن هذا الأمر صحيح وأن هناك برلمان معتد باعتماده ولم يعتمد وأنتم وجدتم تسيب وحكومة مسؤولين وحكام يعني لا يلتفتون إلى إقامة الحقوق وأخذ الحقوق وإقامة الحدود والحفاظ على أملاك الناس وعلى حرماتهم وعلى أموالهم وعلى الدعاوة التي تخصهم سؤالا فيما يتعلق بأحكام الأسرة والأحكام العامة والجنايات إذا وجدتم حكومة لا تقوم بهذا ومفرطة فيه ووجدتم من هو حريص على أن يقوم بهذا الأمر فالواجب عليكم أن تأخذوا هذه الجرائم وتضعوا لها علاجة وأحكامها لأن هذا هو الواجب الشرعي عندما يخلو الموضع أي موضع علماء المسلمين جميعا متفقون في المذاهب المختلفة أن البلد إذا كان الحاكم العام فيه أو السلطان مفرط ولا يقيم الأحكام ولا الحدود أو كان غير عدل فلكل أهل منطقة وأهل الجهاء العدول فيهم وأهل الحل والعقد والعلماء ومن يعنيهم الآن زي ما نقول الأعيان والأئمة والخطباء وأهل العدل في كل منطقة الواجب عليهم أن يقوموا بهذا الأمر يقوموا بتنفيذ الأحكام ورعاية الأيتام والنظر في أمال السفهاء وفي النكاح وفي الطلاق وفي إقامة الحدود حدود السرقة والخمر والحرابة والقتل واجب عليهم شرعا حتى لو كانت هالكلام كما قالوا ليس هناك حكومة معتمدة وليس هناك يعني جهة مسؤولة أقول لهم حتى في هذه الظروف الحكم الإسلام في هذه المثلة أن على عامة الناس أهل الحل والعقد وأهل العدل فيهم ويفترض في المحاكم الناس من أهل العدل عليهم حتى لو لم يكن في البلد السلطان وحكومة تقيم هذا الأمر فهم يقومون مقاما وينوبون منابا هذا ما عليه الفقه المالكي وهذا ما عليه الفقه الحنفي وهذا ما عليه الفقه الشافي وهذا ما عليه الفقه الحنبري لأن الله تباعك وتعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونعوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور من مكنه الله في العرض واستخلفه واعطاه يعني من القوة بكذا بأن ينفذ أحكام الله فيجب عليه أن ينفذ أحكام الله والله وتباك وتعالى يقول ولكم في القصاص حياته يأوي الألباب فيجب على الناس أن يقيموا الحدود على القتل وعلى المجرمين وعلى المحاربين وينفذوا الأحكام حتى لو افترضنا صدق ما قالوه وأن هذه الحكومة ليس معتمدة حسب كلامهم فيجب عليهم أن يقوموا بذلك نيابة الحكومة هذا هو الواجب الشرعي المناطبين وإذا فرطوا فيه فيسألون